معلومات عن ببغاء الدرة المطوقة أنواع الدرة القدرة على الكلام موسم الإنتاج الفرق بين الذكر والأنسى كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في هذا الفيديو فتابعونا ولا تنسوا الأعجاب والاشتراك السلام عليكم أنا عامر خالد الجماع من قناتكم الحياة عجائب ببغاء الدرة من أروع الببغوات بطفراته الساحرة الدرة المطوقة سبب التسمية سميت بذلك لأن الذكر يتميز بظهور الطوق على رقبته عند بلوغه وهو الريش الأسمر الذي يلف حول العنق وهو مما يجعل الذكر هو الأجمل إذا أردت أن تربي فردا واحدا فيفضل أن يكون ذكر فقدرته على الكلام أكبر من الأنسى وألوانه أجمل من أهم ما يميز هذا الطائر أنه من أسهل الببغوات التي يسهل عليك معرفة الفرق بين الذكر والأنثى بعكس باقي الببغوات التي يصعب التمييز بين الذكر والأنثى حتى بعد البلوغ ويحتاج الأمر إلى تحيط الدي ان اي ولكن متى يبلغ طائر الدرة يبلغ طائر الدرة عند عمر سنتين إلى سلاس سنوات والأنثى تبلغ قبل الذكر الأنثى تبلغ عند عمر سنتين ويفضل أن يكون الذكر أكبر من الأنثى يجب أن تعلم أن ببغاء الدرة المطوقة من الببغوات التي تتحمل البرد والحر والجوء إنه ببغاء صاحب مناعة قوية وقد يصل عمره إلى أكثر من سلاسين سنة إذا تم الاهتمام به كما تضع أنثى الدرة المطوقة من البيض بجميع أنواعها تضع أنثى الدرة المطوقة من ثلاث إلى خمس بيضات في العش وترقد عليها منفردة لمدة 22 يوما إلى 27 بحسب درجة الحرارة بعدها يفقس البيض وتنتج مرتين فقط في السنة الواحدة إنتاجها قليل مقارنة ببعض الببغوات الأخريات أما عن أنواع الدرة المطوقة هل تعلم أن أنواع وطفرة تببغاء الدرة كثيرة؟ لكن أشهرها أربعة وهي الدرة النيبالي أو الأمريكي الدرة اللاتيني والدرة الهندي والدرة الإفريقي مقارنة بين أفضل الأنواع الدرة الإفريقي وتتميز بأنها أقل أنواع الدرة المطوقة وتتميز بصغر حجمها مقارنة بغيرها وتتميز بمنقارها الداكن الأسمر بخلاف غيرها من ببغوات الدرة المطوقة تتميز بالمنقار الأحمر شديد الأحمرار أما من حيث القدرة على الكلام فنجد الدرة الأمريكي أو النيبالي تتميز بقدرتها الكبيرة على الكلام والدرة الهندي تتفوق على الدرة الإفريقي في القدرة على الكلام ومن مميزات الدرة الإفريقية أنها رخيصة الثمن الدرة الأمريكي هي الأكبر حجما يجب أن نعلم أن الدرة تستطيع أن تتكلم بعض الجمل القصيرة لكنها يصعب عليها حفظ الجمل الكبير وتحتاج لكي تتكلم من سبعة شهور إلى سنة وأكثر لكي تبدأ في الكلام والأمر يرجع إلى قدرات كل طائر كل طائر له قدرات تختلف عن غيره مع أنه من نفس النوع فبعض الببغوات تتكلم بسرعة عن نظرائها وعلى المربي أن يبدأ في تلقين الببغاء كلمات بسيطة ويتعلم الببغاء بسهولة بتكرار الكلمة المراد نطقها باستمرار أو بترك المسجل الذي يكرر الكلمة وسوف أترك لكم الرابط في الوصف لا تتعجل واصبر ما هو موسم تزاوج الدرات المطوقة متى يبدأ ومتى ينتهي يبدأ موسم التزاوج في الربيع ويجب أن تعلم أن الببغوات في الأسر أي في القفص غالبا لا تلتزم بموعد التزاوج فقد تبين في الشتاء أو في أي فصل من الفصول أعزيز المشاهد هناك نصائح عند ذهبك لشراء ببغاء الدرة المطوقة يجب أن تكون قد اطلعت على قدر كبير من المعلومات ثانيا يجب أن تشتري الطيور من مصدر موثوق ثالثا يجب أن تتأكد أنه ذكر وأنثى أي أنك تملك القدرة على تحديد الجنس رابعا يجب أن تتأكد أنه ليس طائر صيد أحزر لا تشتري طائر الصيد وهو طائر حصلنا عليه عن طريق الصيد فهو لم يتعود على الحبس والأسر في القفص ولا تنسى الدبلة في رجل الطائر فهي دليل على أنه إنتاج وليس صيد ويكون مكتوب عليها المعلومات المتعلقة بالطائر خامسا تأكد من أن الطائر أظافره مكتملة لأن للأظافر دور في التزاوج والتمكن من اللقاح الجيد للذكر أما عن الأسعار فهي متفاودة ولكن تقريبيا في مصر يصل سعر الجوز من الدرة الهندي إلى أربعة آلاف وهي وسط أما الأمريكي فهي الأغلى تصل إلى 12 ألف هذا في مصر من الممكن جدا تزاوج ذكر درة هندي مع درة إفريقي أو هندي مع أمريكي لكن لا يفضل ذلك لأن الإنتاج سيكون ضعيف ببغاء الدرة وقدرته على الكلام أروع شيئا في هذا الببغاء قدرته على التقليل إنه رائع أما عن التغذية إن من أهم ما يميز هذا الطائر أنه يأكل الحبوب كبذور عباد الشمس أو ما يعرف باللب السوري إضافة إلى البلكم والإفلارس كالجزر والجرجير والبرسيم وغيرها إضافة إلى الفواكه مثل التفاح والبرتقال والموز وإضافة إلى الخضروات ويفضل تنويع الطعام والاهتمام بالتغذية وفي الختام لا تنسوا الاشتراك والأعجاب وتفعيل زر الجرس ترجمة نانسي قنقر